Hello everybody مرحبا بكم جميعا إلى موضوع جديد وموضوع اليوم حقيقة يهم كثير من الطلاب المبتدئين في قناتي أو الطلاب الجدد كثير ما أقرأ في التعليقات يا أستاذ دروسك جميلة أستفدت منها كثيرا من أين أبدأ؟ كيف أتابع قناتك؟ كيف ممكن أن أستفيد من قناتك؟ حقيقة هذه التعليقات وجدتها كثيرا في السابق وفي الوقت الحالي لذلك اليوم سأشرح لك بشكل مبسط وبسيط كيف ممكن أن تتابع قناتي إذا كنت من الطلاب المبتدئين أو حتى في مرحلة متوسطة أو مرحلتك متقدمة في اللغة الإنجليزية لكن دعني أوضح لك في البداية طبعا البعض لا يعرف أنه يوجد لدي قناتين القناة الحالية التي أنت تشاهدها وهي هذه القناة القديمة منذ أن تأسست قناتي وتوجد أيضا قناة ثانية فائدة هذه القناة الثانية أنني قمت بدمج دروسي مثلا دروس المستوى الأول أو المستوى الثاني أو الثالث أو كثير من دروس القواعد وغيرها ودمجتها في قوالب أو مجموعة دروس في قناة جديدة للطلاب الذين يفضلون عدم الانتقال من فيديو إلى فيديو بل يريدون أو يفضلون مشاهدة الفيديوهات بشكل متتالي ومتتابع دعني أوضح لك الآن القناة الأولى أنت القناة الأولى الآن التي تشاهدها والسؤال الذي تريد أن تجد له إجابة كيف أتابع قناتك يا أستاذ؟ في الحقيقة أن كل ما عليك فعله عندما تجد نفسك أمام الشاشة قم بالضغط على اسم قناتي يعني أنا القناة الأولى عندي اسمها تعلم الإنجليزية مع مراد إذا ضغطت عليها ستظهر لك القائمة التالية الصفحة الرئيسية الفيديوهات قوائم التشغيل المنتدى وغيره ما يهمنا أن الصفحة الرئيسية أي الصفحة التي أنت دخلت إليها أي الوقت الحالي إذا دخلت إلى قناتي الصفحة الرئيسية أي الصفحة التي أنت فيها الآن أما الفيديوهات فهي ستظهر لك هذه الفيديوهات ستظهر لك هذه الفيديوهات أي فيديو ينزل لي من الأحدث إلى الأقدم يعني إذا أنا أنزلت فيديو البارحة سيكون هناك هو الفيديو في المقدمة ثم ما قبله وقبله وقبله حتى إلى قبل سنة وسنتين يعني أقدم الفيديوهات القائمة الثالثة هي قوائمة التشغيل وهذه هي ما تبحث عن أو هذه الإجابة التي أريدك أن تركز عليها قوائمة التشغيل يا أخي يا أختي هي التي تنظم لك مجموعة الدروس يعني إذا فتحت قوائمة التشغيل أو ضغطت على قوائمة التشغيل ستظهر لك مجموعة من الدروس أو القوالب مدمجة في موضوع واحد يعني مثلا ستظهر لك دروس المستوى الأول مثلا تسعة وثلاثين درس مجموعة دروس المستوى الثاني طبعا كم قالب يوجد؟ يوجد الحد الآن إلى تاريخ اليوم ثلاثين قالب أي ثلاثين مجموعة دروس خمتنا بتجميعها في قوالب ثلاثين يا أستاذ لماذا ثلاثين؟ حقيقة هذا الموضوع يوفر على الطالب عناء البحث والتعب أين هي دروس مثلا نفترض أنك تبحث عن دروس خاصة فقط في القراءة أنت تريد أن تبحث عن القراءة ليس من المعقول أن تبحث أن تدرس المستوى الأول كامل والمستوى الثاني والمستوى الثالث بالطبع أنت تريد أن تدرس فقط القراءة أو عندك مشكلة في دروس للنطق أنت تبحث عن دروس في النطق فعندما تتصفح قوائم التشغيل ستجد أن هناك دروس للترجمة دروس للكتابة دروس للقراءة للنطق للكلمات لتكوين الجمل أنت تريد أن تحسن نفسك في تكوين الجمل أنت تريد أو تحب أو تفضل دروس الترجمة التي أنا أضحها يعني كيف تحول كلامك من اللغة العربية إلى اللغة الإنجليزية موجودة وقمت أنا بتجميع دروس الترجمة في قالب لوحده بهذه الطريقة أنت تسهل على نفسك البحث لذلك الكثير أو البعض يكتب قناتك غير مرتبة دروسك جميلة لكن قناتك غير مرتبة غير منظمة فلذلك أتمنى أن يكون هذا الفيديو قد أجاب أو يوضح لك كيف ممكن أن تتابع قناتي إذن العملية باختصار أنك فقط ستقوم بالدخول إلى أسفل القناة سواء القناة الأولى التعلم الإنجليزي مع مراد أو القناة الثانية اسمها تعلم مع مراد إذا ضغطت على اسم القناة أسفل الشاشة سواء في الجوال أو في اللابتوب سيدخلك إلى الصفحة الرئيسية كما أخبرتك الفيديوهات قوائم التشغيل ادخل على قوائم التشغيل من خلال قوائم التشغيل ستجد مجموعة الدروس مدمجة وإذا ضغطت مثلا على دروس المستوى الأول ستظهر لك الدروس المستوى الأول من الدرس الأول والثاني مرتبة البعض يسأل أنا يا أستاذ مبتدئ وأريد أن أبدأ معك من البداية من أين أبدأ؟ ركز معي حقيقة أنا قمت بشرح وضع دروس قديمة ووضع الدروس جديدة الدروس الجديدة مؤخرا اسمها المستوى الأول وهناك تسعة وثلاثين درس والمستوى الثاني والمستوى الثالث والمستوى الرابع والخامس والسادس وانتهيت من السابع هل ستكمل يا أستاذ مراد المستوى الثامن والتاسع؟ نعم إن شاء الله الفكرة أنني لا أريد فقط أن أغوص فقط نكمل مستويات دون أن نراجع يعني أنا عنهيت المستوى السابع وقمت بعمل لك مراجعة من الصفر للحروف للكلمات تكوين الجمل وغيرها حتى يستفيد الطالب القديم وأيضا الطالب الجديد يأخذ وقت أو فرصة أنه يتابع معنا بقية المستويات القادمة إذا كنت طالب جديد وتسأل بالأين تبدأ معي كل ما عليك فعله أن تعرف ما هو مستواك الحالي والله يا أستاذ أنا مستواي الحالي جيد أنا أعرف بعض الكلمات لا أعرف الحروف لا أعرف كيف أقرأ إذا كان وضعك في هذا الأسماء أنا أسمع كثير من الناس عندما أقابلهم يعني في الواقع يا أستاذ أنا أقرأ لكن لا أفهم أفهم لكن لا أستطيع أن أعرف المعنى أنا عندي مشكلة إذا خذ نصيحتي مهما كانت مشكلتك اسمع نصيحتي ابدأ من الحروف لكنني أعرف الحروف يا أستاذ معلش ابدأ من الحروف ولو بشكل سريع يعني ابدأ من المستوى الأول سيظهر لك الحروف قد تستهزئ بها تقول أنا أعرف الحروف معلش قد تجد بعض الحروف أنت لا تعرف نطقها الصحيح أو لا تعرف أنه الحرف الفلاني إذا جاء مع الحرف الفلاني يشكل صوت جديد كل هذا موجود في المستوى الأول فلا تستعجل إن كان مستواك جيد ادخل على المستوى الأول وحاول أن تشاهد الفيديوهات ولو بشكل سريع يعني إن وجدت المعلومات معروفة لديك ممكنك أن تمشي الفيديو أو يعني تتابع الفيديو الذي بعده والذي يليه والذي يليه وهناك اختبار في نهاية كل مستوى تأكد يعني إذا أردت أن تتأكد أنك متمكن من المستوى الأول ويمكنك مواسطة المستوى الثاني انظر إلى الاختبار أو اختبر نفسك في نهاية كل مستوى إذن أنا أجبتك على الإجابة التي أريدك أن تركز عليها البعض يقول ودروسك القديمة حقيقة دروسي القديمة هي قبل المستوى الأول ومستوى الثاني كان هناك مجموعة من الدروس قمت بترقيمها أنا وكتبت الدرس رقم واحد الدرس رقم اثنين تقريبا وصلت إلى الدرس 189 هذه الدروس القديمة عندما تدخل إليها في قوامة تشغيل للأسف إذا ضغطتها أو إذا دخلت إليها هي ليست مرتبة يعني لن يرتبها لك الفيديو كما في المستوى الأول والثاني يعني إذا أنت الآن أردت أن تتابع الدروس الجديدة المستوى الأول أو الثاني أو الثالث إذا ضغطت اليوتيوب يرتبها لك يعني الحلقات موتت واحد اثنين ثلاثة أربع مرتبة الدروس القديمة غير مرتبة فستحتاج أنك تكتب مثلا الدرس رقم واحد مع مراد الدرس رقم الثاني في اليوتيوب اكتب فقط هذه الدروس القديمة إذا رأيت أن تستفيد منها لكن الدروس الحديثة المستوى الأول والثاني والثالث هي مرتبة ومنظمة ومباشرة بمجرد ضغطك على المستوى الأول سيظهر لك الدروس من الدرس الأول إلى الإختبار إذا ضغطت على المستوى الثاني سيظهر لك الدرس الأول في المستوى الثاني ثم الثالث والرابع مرتبة منظمة يعني مباشرة أنت تستطيع أن تتابع الدروس بشكل منظم ومرتب وكما أخبرتك القناة الثانية هي فقط قمت بتجميع دروس المستوى الأول بدل ما كانت في تسعة وثلاثين واربعين درس ووضعتها في سبعة دروس أو ثمانية دروس حتى يعني الطالب لا ينتهي مثلا عشر دقائق ويمل يعني لا يريد أن يبحث على الدروس الأخرى فدمجتها في ساعة ونصف وساعتين وهناك كثير من الطلاب يفضل هذه الطريقة يقول أفضل لي أن أتابع هذا الشكل بدل ما أبحث والكثير لا يعرف نوضوع قوائم التشغيل كما أخبرتكم وغيرها إذن يوجد تقريبا ثلاثين قالب أي ثلاثين مجموعة دروس في القناة الأولى وإخدى عشر قالب في القناة الثانية القوالب كثيرة في القناة الأولى لأنها منوعة مجموعة دروس حروف الجر مجموعة دروس فقط أشرح باللغة الإنجليزية مجموعة دروس كيف تفهم الأزمنة خاصة بالأزمنة ربط الجمل الكلمات النطق المستويات فلذلك هي ثلاثين قالب اخترى القالب الذي أنت تبحث عنه لأنها ستسهل عليك عن البحث والتعب أتمنى أن يكون الفيديو قد أفادكم وعرفت الآن من أين تبدأ معي وكيف تبدأ معي ابدأ حتى من المستوى الأول وامشي بسرعة إلى أن تجد نفسك بدأت تجد أن هذا المستوى هو المناسب لك شكرا جزيلا لكم وأتمنى لكم التوفيق والنجاح جود لك منتظر تعليقاتكم مع سلامة الله شكرا جزيلا